قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز هي كالتالي في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد في خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمد الوينش وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحاز إمام وحمزة المسلوسي في خط الوسط طارق حامد وإمام عشور ومحمد أشرف روقة ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمود عبدالراز إشكبالة وأشرف بن شرقي وآيمن حفني ورزاق سيسي وسيد عبدالله في خط الهجوم عمر السعيد قائمة الزمالك شهد استبعاد أحمد سيد زيزو الأسباب فنية وصيف الدين الجزيرة للإصابة بإصابة في الرجبة وأحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية طيب منوح لي قائمة بيراميدز لهذه المواجهة وقائمة أيضا قوية جدا لا تقول عن قائمة نادي الزمالك في حراسة المرمى شريف إكرامي ومهدي سليمان في خط الدفاع علي جابر وقسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتحي وأحمد سامي وحسين السيد في خط الوسط إلكتراوري وإسلام عيسى ومحمد صادق وأحمد توفيق ونبي الدونجة وإبراهيم توريه شام محمد وليد الكارتي وعبد الله سعيد وإبراهيم عادر ومحمود صابر وفي خط الهجوم محمود ودي وفخر الدين بن يوسف وفخر لقائه